أختي أم حسن بارك الله فيها من تركيا تقول قرأت في كتاب صيد الخاطر طبعا هذا الابن الجوزي تقول أن أبد درداء يعني ذكر عبارة قال بأنه ما يجتمع عبادة مع تجارة هل هذا الكلام صحيح وكيف الحث على التجارة أختي أم حسن من تركيا بارك الله فيك بالنسبة لي أقوال السلف هي ليست نصوص منزلة بمعنى مثل القرآن أو السنة ولذلك قد يقول بعض السلف كلام مثلا هو يعني مثلا يكون له هو أو يتورى أحيانا ولا يأمر الآخرين به فأبد درداء رضي الله عنه نظر فرأى بأن بالنسبة له ما يجتمع التجارة مع العبادة وأبد درداء رضي الله عنه من الصحابة الأكارم الأفاضل الأماثل الذي له قدم صدق في الإسلام له سابقة ورحل إلى الشام و جلس للناس يقرئهم القرآن و تتلمذ عليه كبار القراء فلذلك رأى بأنه ما تجتمع معه لكن قد تجتمع مع غيره اجتمعت مع عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان تجارته يعني واسعة و تجارته كبيرة لكن كان يعني يقوم الليل و يصوم النهار كان يختم القرآن في ركعة كما ثبت بالإسناد الصحيح عنه أنه ختم القرآن عند الكعبة بركعة واحدة رضي الله عنه و لذلك قال عنه الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا و قرآن عثمان ما منعته التجارة من العبادة يصوم النهار يقوم الليل يتصدق ينفق يقرأ القرآن باستمرار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كذلك الزبير بن العوام الزبير بن العوام يعني تجارته اتسعت و انتشرت بشكل عجيب جدا و مع ذلك كان مشهور بالتأله و التنسك و العبادة كثير من السلف كثير من حتى من المعاصرين يوجد ولله الحمد من الأخيار و الفضلاء الذين لديهم ولله الحمد تجارات و أموال ينفقون في سبيلها ما منعتهم عن العبادة فلذلك اخت الفضلاء مثل هذه العبارات هذه تؤضع في سياقها و ينظر إلى الأشخاص فأحيانا قد يكون شخص ما تجتمع معه يعني التجارة مع العباد يرى بأنه فيه تصادم يرى بأنه ما يمكن أن يجمع بين هذين الشيين هكذا بعض الناس لا يقول لك لا نعم تجتمع التجارة معه و هذا الغالب هذا الغالب بعض الناس قد يكون عنده رغبة في التأله و التعبد و التنسك أكثر يقول لك أنا لو التفتريت جاء أشغلتني فيختار هذا الطريق لذلك تلفاضل هي ليست قاعدة مطردة و ليس هو نص منزل يعني هذا كلام لبعض السلف تجد في المقام مثلا سفيان بن سعيد الثوري هذا من علماء الدنيا من عمالقة العلماء زاهد من الزهد العباد العلماء كان صاحب تجارة كان صاحب لما قيل له قالوا له يعني كيف جمعت بين العلم و التجارة قال نشتغل حتى نحفظ ماء وجوهنا أو لا يتمندل بين الولاة مثلا عبد الله بن المبارك هذا من أمة السلف عبد الله بن المبارك الإمام الجهبذ العملاق كان عنده تجارة و كان يعني سنويا يأخذ معه للحج ثلاثمائة طالب من الناس يعني يذهبون معه للحج كلهم على حسابة يذهبون فأخت الفاضلة يعني لابد من التوازن ما ينبغي أن يعني نجعل هذه قاعدة مطردة طبعا هذه تخبرين فيها انتقاراتيها وتخبرين فيها كل من وقف على مثل هذه مثل هذا الكلام